باعتبارها واحدة من الدفعة الأولى من القورة الرئيسية للسياحة الريفية في الصين طورت قرية غالا في محافظة نينشي بمنطقة سيدزان في السنوات الأخيرة صناعة زيارة المعالم السياحية والقطف اعتمادا على حديقة لأزهار الخوخ كما عقد مؤتمر الاستثمار السياحي لعام 2024 في القرية وجذبت أكشاك التصوير الفوتوغرافي والأطعم المحلية للقرية العديد من التجار ما زاد من دخل القرية بنحو 300 ألف يوان ومن أجل تنشيط اقتصاد أزهار الخوخ تقيم محافظة نينشي مهرجان أزهار الخوخ السياحي والثقافي كل عام ليساهم في ارتفاع عدد الحجوزات في الفنادق المحيطة قمنا بتجديد المرافق القادمة في مبنى هذا العام على أمل فتحه لاستقبال الضيوف قبل أن تتفتح أزهار الخوخ كما أطلقت سيزانغ سياسات تفضيلية لتذكر الطيران والفنادق والمعالم السياحية للترويج للسياحة في الشتاء وحتى الخامس عشر من مارس تجاوز العدد الإجمالي لزوار قصر بوتالا هذا العام ثلاثمائة وثمانين ألفاً بزيادة قدرها 25.4% على أساس سنوي في أوقات دروى نستقبل في المتوسط ما بين 5 إلى 6 مجموعات من السياح يومية ما يعني تقديم الخدمات لحوالي 50 إلى 60 شخصاً استقبلت منطقة سيزانغ مجموعه 3 ملايين و200 ألف سائح محلي وأجنبي من يناير إلى فبراير هذا العام بزيادة قدرها 120.4% على أساس سنوي وأصبحت صناعة السياحة الثقافية واحدة من الصناعات الأساسية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر